نعم سجل المختبرات كلها مسجلة يوم إن شاء الله رح نحكي على experiment aid هذا الexperiment بتحكي على aromatic water aromatic water يعني مية معطرة مية منكها aromatic water هي عبارة عن شكل من الأشكال pharmaceutical preparation هي تعتبر clear aqueous solution ما فيها أي عكورة ولا أي تربديتي ولا أي مشاكل بكون فيها جزء من saturation of volatile oil ببعض الأحيان يعني مية بنضيف عليها ماء ورد أو ماء زهر أو نعنى أو أي رائحة من المواد العطرية تعتبر عبارة عن aromatic water يعني المية ومية الزهر هاي تعتبر aromatic water تمام فممكن نضيف عليها الروز الويل نضيف عليها الpepper mint oil أو نضيف عليها الother aromatic material نضيف عليها volatile substances زي مثلا الكامفور there are other and taste of this drug or volatile substance from which they are prepared فبتصير ريحة ونكهة هاي المي تشبه كتير ريحة المادة اللي تم إضافتها عليها aromatic water should be protected from strong blood بدها تكون تحفظ بعيدة عن الإضاءة القوية and they preferably stored in container تحفظ بأوعية they are stopped with purified cotton and to allow اللي هي to allow the access of some earth but to exclude dust بدها تكون موجود على سطحها زي قطن أو شاش عشان تسمح بمرور الهواء دون إنه تسمح بمرور أي dust أو dirt أو غبار أو أي مواد من البيئة المحيطة aromatic water استخدامها الرئيسي may be used for perfuming material هي عبارة عن مادة معطرة أو flavoring هي عبارة عن مادة بتعطينكها for special purposes لا استخدامات مختلفة ننبو منها مثلا camphor water هي مي يضاف عليها camphor it has been used as a vehicle for ophthalmic solution نستخدمها كماده لي قطرات العيون for an ophthalmic solution owning to its ability to counteract refreshing stimulating effect of the preparation تعطيني التأثير اللي هو refreshing تأثير اللي بيعطي اللي هي الشعور بالrefresh effect من هاي المادة زي ميت النعنع مثلا بس نتمضمط فيها أو ميت المنثول الحمل ماليس water هي عبارة عن witch hazel nut it is employed as a root and perfuming as astringent in various cosmetic preparation هي موجودة كماده منكهة ومعطرة بكتير من الأشكال cosmetic preparation بالمستحضرات التجميلية particular after shave lotion اللي هي بالنسبة ل اللي هي كريمات بعد الحلاقة وما إلى ذلك aromatic water are prepared by one of the following process يمكن تحضيرها بواحدة من هاي الطرق إما تحضر الـ aromatic water بالـ distillation بطريقة التقطير أو تحضر عن طريق simple solution خلط المواد مع بعضها إذا منحضرها بطريقة بطريقة الـ distillation يجب أنه نضع المادة كلمة المادة اللي إلها الريحة يعني اللي هي مثلاً أوراق النبات أو أزهار النبات بدنا نحطها of the plant from which the aromatic water is to be prepared in a suitable with the sufficient amount of water بنحط هاي المادة ونحط عليها كمية مناسبة من المي and distill most of water ومنبلش تبدأ عملية التقطير لهاي المادة طبعاً عملية التقطير بدها تكون شوي شوي in order to avoid the developmental of any empirionic other through the burning of the substance عشان ما يطلع معانا أي روائح جانبية طبعاً هي بتكون عشان ما يصير في حرق صراحة لأوراق النبات أو لأزهار النبات لأنه إذا صار في حرق بيصير في تلف بالمواد اللي يتم إنتاجها then we can separate any excess of the oil بنفصل أي مادة من الزيت and preserve the use for clear or aqueous portion نستخدمها هي عبارة عن الجزء السائل اللي بيكون بيها which could be saturated with the flavoring or aromatic principle of the plant تكون مشبعة بالنكهة ومشبعة بكمية المادة اللي موجودة طريقة الثانية هي عملية solution تحضير المادة على شكل محلول كيف عن طريق منجيب volatile oil and other specific volatile substances بناخد 2cc أو 2 جرام من الدستل ووتر with sufficient quantity to make 1000cc من الماتيريال يعني بناخد بتراكيز خفيفة عشان ما يطلع عندنا التراكيز قوية ويكون الطعم intense حدي كتير shake the volatile substance مع 1000cc أو 1000ml of distilled water in cactus bottle بتكون ببعاء محكم الإغلاق and repeat the shaking several times during the period about 15 minutes تستمر عملية التحريك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة set the mixture aside for 12 hours بنحطه الميكسشر على جنب لمدة 12 ساعة أو هو يبينحط زي ما هو مكتوب overnight لتاني يوم عشان نتأكد إنه المواد تجانست بشكل جيد أكيد بعد ما خلطنا في مواد بتظلها impurity فيفضل إنه إحنا نعمل لها عملية filtration filter through paper and pass enough distilled water filter through the filter to obtain 1000 cc ومن filterها عشان نحصل على الألف مل اللي هم اللي بيكونوا جاهزين من المادة برضو كمان it is preferred that the aromatic water may be prepared by the above formula which عن طريق ال addition of 15 g of purified talk إذا عشان نضمن إن هالفورميلا تكون totally pure يفضل إنه إحنا نضيف معاها 15 g عبارة عن purified talk or sufficient quantity of purified silicon earth أو ممكن نضيف pulp filter paper عشان at which with the volatile substance truly incorporated عشان نضمن إنه خلال عملية الفلترة ما يطلع عنا أي مواد بتكون مش ذائبة أو مواد معكرة أو المحلول يكون غير نقي نخلط المواد I got the mixture very well then filtrate returning the first portion of the filtrate until it become clear ومن نفلترها كمان مرة عشان نتأكد إنها هي المادة طلعت بالشكل النهائي مادة نقية الفورميلا اللي راح نحضرها هي عبارة عن peppermint water peppermint water هي عبارة عن مي وزيت النعنع peppermint water هي تعتبر aqueous based solution containing peppermint oil وتحتوي على active ingredient هو عبارة عن peppermint water active ingredient بمية النعنع هو عبارة عن peppermint oil peppermint oil إحنا بناخده من أوراق منثى pepperyta من أوراق النعنع اللي هي اسمها اللاتينة المثى pepperyta peppermint oil it has traditional herb medicine used for relieve discomfort in gut منستخدمه لما بيكون في مشاكل بعسر الهضم ومشاكل الـ indigestion يعني يستخدم في حالات عسر الهضم الـ indigestion ويستخدم في حالة الـ flatulence الانتفاخ ويستخدم في حالة الـ stomach cramp اللي هي التشنجات وتقلصات المعدة استخدماته peppermint يستخدم أو peppermint water can be used to relieve gas يعني ببساطة مية النعنع بس نغليها نشربها عشان نتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي من أي انتفاخ من أي مغس من أي عسر هضم من أي cramp تقلصات وتشنجات هذه هي عبارة عن peppermint water تريليف الغاز تريليف الـ flatulence وأي gastro-intestinal tract material أي مشاكل بالجهاز الهضمي especially بالـ stomach و بالـ small intestine بالمعدة و بالعمها and associated pain أي علم بيكون يرافقها زي الكرامب زي البلوتنج فهي تستخدم as a carminative effect كمادي طاردة للغازات بالنسبة للـ formula الـ peppermint oil منحتاج 20 مل منه هي عبارة عن مادة anti-bacterial anti-viral وanti-flatulent نستخدم الـ ethanol 600 مل تستخدم as a co-solvent ومنستخدم الـ purified water up to 1000 مل هي عبارة عن بالنسبة للـ tools والـ equipment اللي نحتاجهم نحتاج graduated cylinder نحتاج beaker نحتاج filter paper عشان نفلتر عليها نحتاج spatula عشان نوزن فيها electronic balance ميزان نحتاج glass root عشان نحرك فيها glass funnel هو القمع Erlenmeyer flask هو الوعاء اللي بنا نخلط فيه واخر شيء اللي هي عبارة عن solution bottle اللي هي عبارة عن الوعاء اللي بنا نحط فيها الشكل النهائي لهاي formula بالنسبة للـ procedure resolve the peppermint oil and ethanol with the continuous stirring منحرك peppermint oil مع الـ ethanol مع استمرار عملية التحريك Add the water in portion منبلش نضيف المي بالتدريج with continuous stirring نقطة الثالثة If the solution is not clear You can add إذا المحلول بيّن معانا إنه محلول معكر في هاي الحالة ممكن إنه نضيف 50 جرام من التالك طبعاً الطالك بنستخدمه عشان يعمل عملية total purification So إذا كان السليوشن not clear ويو كان آب 50 جرام of talc with continuous stirring for hour and then we can filtrate هادا السليوشن آخر شي بنعمل filling In suitable glass bottle ومنعمل عليها الـ labeling التالي الشكل الصيدلاني اللي تم تصنيعه هو عبارة عن aromatic water الـ quantity اللي تم تحضيرها هي عبارة عن 1000 مل الاستخدامات It is used to relieve gas cramp flatulence and gastrointestinal tract Direction هي ingested orally active ingredient تحتوي على peppermint oil كميتها 20 مل تحتوي على الإيثانول اللي 90 بالمية كميتها 600 مل الـ active excipient تحتوي على 380 مل من المل بالنسبة للـ storage condition keep the container tightly closed store على cool and dry place على درجة حرارة لا تتجاوز 25 Celsius degree طبعا أكيد ما بدها تكون أكتر من هيك لأنه الإيثانول هو يعتبر مادة volatile فإذا كانت درجة الحرارة أعلى من هيك المادة تتبخر سريعاً store in cool and dry place تحفظ في مكان بارد وجاء وأكيد بدنا نكتب عليها تحفظ بعيداً عن درجة الحرارة أو ألسنة اللهب المباشرة ثلاثة keep out of children reach بدها تحفظ بعيداً عن متناول عيد الأبطال النوع الثاني من الارomatic water هي عبارة عن المي اللي موجود فيها chloroform chloroform أو chloroform water هي عبارة عن saturated aqueous solution of chloroform تقريباً containing approximately one and two hundred تحتوي على one part من الكلوروform بميتين part من المي It may be used experimentally by adding a few drops من الكلوروform to a glass of water shake well and allow the excess to subside نعملها بشكل بسيط كتير عن طريق إضافة كم نقطة يعني عدد قليل من الكلوروform يضافوا على بطل فيها مي على وعاء فيها مي simple shaking بنتركها ترتاح شوي عشان أي مادة زيادة يتم ترسيبها ويتم إخراجها لإيش أنا باستخدم مية الكلوروform It's used an excipient كلمة excipient هي عبارة عن مادة مضافة وهي عبارة عن مادة تستخدم كمادة يعني بتحسن من الخصائص العامة للactive ingredients فهي تضاف تستخدم as excipient أو كما debase or weaker for the formulation of other pharmaceutical preparation لأي أشكال أخرى بالنسبة للRx إحنا منحتاج تركيز 0.25 مل من الكلوروform نص ربع مل عفوا كلوروform بيكون هو عبارة عن disinfectant to antiseptic ومنحتاج نضيف purified water up to 100 مل طبعا هي عبارة عن solvent يعني زي ما حكينا من شوي few drops على bottle فيها مي أربع خمس نقاط على bottle فيها مي بالنسبة للTools والEquipment منحتاج نستخدم graduated cylinder منحتاج نستخدم beaker منحتاج نستخدم glass rod ومنحتاج نستخدم solution bottle اللي هو عبارة عن وعاء اللي بدنا نعرب فيه الشكل النهائي بالنسبة للProcedure كيف منحضر هاذا الProcedure major the required quantity of chloroform بحسب الكمية المطلوبة من الكلوروform add sufficient quantity من ال purified water to make the required volume بضيف الكمية المطلوبة من المي عشان أعمل منها ال required volume with the constant steering مع استمرار عملية التحريك so that the chloroform will get uniformly mixed رايح ينخلط معاها ويتجانس بشكل جيد بدون ما إنه ينفصل المحلول لطبقتين أو ينفصل لأي شيء آخر النقطة الثالثة بعد ما نتأكد إنه المواد تجانست مع بعضها we can fill it in a suitable solution bottle منعبيه بوعاء ومنعمل عليه labeling اللي هلا رحنا الووتر must be boiled and cooled بدنا نغل المي بعدين نبردها لأنه غليها وتبريدها بخليها دي اكسجينيتد بلد دي اكسجينيتد ووتر عفواً غليها واعادة تبريدها بخليها دي اكسجينيتد ووتر يعني ما منزوع منه الاكسجين لأنه إذا نوجد الاكسجين مع المي مع الكلوروفورم بتصير عملية أكسدة للكلوروفورم ويتحول للفاسوجين الفاسوجين هو الغاز اللي كانوا يستخدموه في الحرب الغاز اللي بيدوب الرئتين فما بصير الكلوروفورم إنه إحنا نحطه مع أي مادة موجود أو مع المية اللي موجود فيها اكسجين فعشان نتخلص من الاكسجين الووتر must be boiled لازم تنغليها cooled يتم تبريدها to prevent chloroform oxidation عشان نمنع عملية الاكسدة اللي بتصير على الكلوروفورم لأنه إذا تأكسد الكلوروفورم يتحول إلى مادة يطلق عليها اسم فوزوجين فوزوجين هي عبارة عن الاكتف غاز converted into lung to hydrogen chloride causing pulmonary edema مش بس pulmonary edema هو hydrogen chloride HCL بحرق الرئة بيدوب الرئة تمام؟ هذا الغاز كانوا يستخدموه في الحروب طبعا هو تم إيقاف أو تم منع استخدامه طبعا كان نحطوا الكلوروفورم مع الغازات ومع القنابل فلما يصير في استنشاق للمية مع الكلوروفورم مباشرة تبلش تدوب في الرئة الدوزج فورم تعتبر عبارة عن aromatic water المية اللي حضرناها اللي هي الكلوروفورم موتر الكمية اللي تم تحطيرها هي عبارة عن ميت مل الاستخدامات تستخدم كمادة أو كمادة أو كمادة أو كمادة كمادة سائل أو ناقل direction it is used in pharmaceutical formulation تستخدم هي في معظم الأحيان كسائل لأشكال صيدلانية أخرى بالنسبة للactive ingredient تحتوي على كلوروفورم كم ميت وربع مل والinactive excipient تقريباً بتحتوي على ميت مل مي ولي storage condition keep the container tightly closed stored in cool and dry place على درجة حرارة 25 Celsius degree أكيد بدنا نكتب عليها كمان store in cool and dry place keep away from direct flame بدها تحفظ بعيداً عن الحرارة وألسنة اللهم keep out of children reach بدها تحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال في أي استفسار يا شباب؟ في أي معلومة مواضحة؟